أنا الأولى وطبعا أقول لك ألف مبروك الله يبارك فيك الحمد لله والله أنا توقعت الفوز من قبل المغرب كم يوم كده يعني فنتكلم مع بعض إحنا مع الجهاز طبعا مقاولين وكده ليه توقعت الفوز؟ بصوا السيناريو ده أنا شفته 2015 نفس السيناريو كنت أنا موجود مع النادي الأهلي خسيرنا دوري وكاس وكان عندنا بعدها بأسبوع السوبر في الإمارات حتى كان وقتها كان فيه تغيير في الجهاز الفني وميسكي كابتن زيزو بالضبط أسبوع كابتن زيزو عبد الشافي وصفتنا الإمارات وإحنا كنا مضغوطين قوي يعني كمان بقى الزمالك ياخد كمان السوبر فبالنسبة لنا ثلاث بطولات في وقت قليل فكاد بالنسبة لنا صعبة قوي وكمان الزمالك هناك في الإمارات في الساد هزاع في أول عشر ده كده جالوا سجل هدف فبقيت واحد صفر وبيجيلوا كمان بعدها بشوية ضرب الجزاء ضرب الجزاء يعني تتسجل تبقى 2 صفر النتيجة يعني موضوع يبقى صعب علينا بيضياع كهرباء يسودها شيف إكرام بعدها احنا بنتعادل وبعدها بنجيب جول عبدالله السعيد سجل ضربتين جزاء بعد كده طبعا ربنا يشفي يا رب ويعافيه كان موجود مبارح في السعيد جدا لما شفته هو طبعا جاب جنف المباراديات لو حضراك فاكر وعبدالله السعيد جاب هدفين فكسبنا المباراة 3-2 ومن هنا انا ايه قلت ان زروف مشابه جدا والزروف المشابه دي بتتكرر يعني ايه يعني بشكل كبير جدا بتلاقي النتيجة بتتكرر يعني اللي هو مدير فني جديد للنادي الاهلي زي كابتن زيزو نفس الاستاذ اللي هو هزاع ونفس المدرب نفس المدرب للزمالك للزمالك هتحسين من الظروف واحدة والزمالك خد دوري وكاس وبرضه الاهلي كان مضغوط جدا مبارح يعني انا شفت فرحة جهاز الفني بالهدف التاني اكتر من الاولاني ليه؟ الهدف التاني اكد الكاس خلاص اكد ان الاهلي كسب خلاص الهدف الاول فيه فرحة طبعا بس فرحة ولسه المباراة لها وقت طويل وممكن زمانك يرجع لمباراة تاني ومباراة لسه في الملعن صح انما الهدف التاني فرحة تشوفنا جهاز الفني بالكامل يعني راح للجمهور وراح للناحة التانية فباني الاول ان الفرحة دي خلاص بتأكد ان الاهلي انضامن